ما أهم من المعايير اللي لازم تكون موجودة في هذه السيرة التاتية؟ تمام، أحب بداية أسألك سؤال ونعمل هيك تمرين بسيط أنا وإياكي لو حكينا بدي أعطيكي سيفي تقريبا قدي بتعود معك وقت حتى تقيميها؟ هلأ ثواني أتوقع يعني من أول ما أمسكها رح يبين قديش كم صفحة موجودة قديش مريحة للعين أو جاذب للعين يا سلام الآن بدي أحكي لك عن دراسات علمية وأحكي لك مصدر الدراسة شو حكوا بخصوص السيفي الآن ذالادرز عملوا دراسة على أكتر من ألف سيفيز نعم ووجدوا أن أهم العناصر اللي يجب أن تكون موجودة بالسيفيز هي أربع عناصر رئيسية بناء على تقيمهم للركروترز كيف يقيم السيفي حال فوجدوا أنه الإدوكيشن بتطلّوا عليها الرركروترز السكيلز بتطلّوا عليها الرركروترز في السيفي وأيضاً إليفانت إكسبرينس أها شوفي مش الإكسبرينس مش الخبرة الخبرة اللي إلها علاقة ذات الصلة والشيء الرابع له الأكومبليشمنتس وجدوا أن الركروترز عم بشوفوا السيفي من خلال ست ثواني فقط بقيم السيفي إنها أها أكمل ولا ما أكمل نعم موقع آخر غريباً اللي بتحكي أنه التعليم أهم الخبرة أو بتطلّعوا أنا حكيت الأربعة مع بعض بغض النظر إيش الأهم الثاني موقع آخر عشان يشوفوا السيفيز الرركروترز عملوا دراسة على أكثر من ألفين سيفي تمام ووجدوا أنه الرركروترز عم بيقضوا سبع ثواني حتى يقيموا السيفي إنها هاي السيفي أها أكمل فيها أو لا طب إيش أهم أربع عناصر فيه ثلاثة مشتركات مع الدراسة الأولى اللي هي الإجوكيشن والإكسبرينس الرليفانت إكسبرينس والسكيلز الشيء الرابع اللي كان اللي هو إنها تكون السيفي مختصرة وسهلة وواضحة نعم مش يعني فيها معلومات كتير وتفاصيل كتير دراسة ثالثة من هيريشلز وهو برضو موقع للتوظيف عمل دراسة على أكثر من مليون سيفي ووجدوا الركروترز إنهم بيقضوا ثمن ثواني حتى يقيموا السيفي يعني شوفوا في كل الدراسات من ستة سبع ثمن ثواني لثمن ثواني حتى يقيموا السيفي وبرضو ثلاثة عناصر مشتركة اللي هي الخبرة التعليم المهارات وشيء رابع أضافوا اللي هي الملخص الستيتمنت بريف الستيتمنت عن الشخص كيف لازم يكون نعم ففيه أشياء مشتركة لازم تكون موجودة بالسيفي وتخيلوا إنه الركروترز بس عم بيقضي ستلة ثمن ثواني حتى يقيم هاي السيفي نعم طيب فيه ناس بيحبوا زي ما حكينا يستفيدوا ويشرحوا عن أنفسهم وخبرتهم فيه أشخاص بيظلموا نفسهم بهذه السيرة الداتية فاليوم نتعلم منك لما بدنا نيجي نجهز السيفي شو الأمور اللي نتبعها وخصوصا أنه حتى العصر تغير يعني السيفي زمان غير السيفي هلأ هلأ بدنا نوضح فيه فرق بثلا ما بين السيفي اللي إلها علاقة بوظائف معينة والسيفي إلها علاقة بوظائف أخرى فمثلا سيفي إلها علاقة بغرافيك ديزاين تمام بتختلف تماما عن سيفي إلها علاقة بأي وظيفة أخرى طبيعة تليغرافيك ديزاين أكيد أحضرتك لك معرفة كبيرة أنه لازم تكون فيها صور بورتفوليو أكتر هي من أنها سيفي نحن نتحدث الفرق بين بورتفوليو والسيفي هلأ رح نترك إن شاء الله إيش أهم العناصر بدنا نبدأ بشكل أساسي وننزل فيهم بترتيب السيرة الذاتية طبعا الاسم لازم يكون موجود معلومات الاتصال إذا كان فيه لينكد إن كلينك برضو لازم نحطه ونوضحه هلأ هنا نروح للاستيتمنت اللي بريف استيتمنت لازم تكون مكتوبة مختصرة وفيها كي ويردس معينة الإدوكيشن إذا الشخص مرق وصار عنده خبرات يحط الإكسبرينس قبل الإدوكيشن صارت إدوكيشن هون مش كتير مهمة الدراسة أو الإدوكيشن إيش درس نعم عرفت كيف ففيه أحيانا نسي فيه بيختلف ترتيبة حسب الشخص نعم الخبرات طبعا بعديها بدنا نحط الأكومبليشمنتس في كل خبرة بعديها بدنا ننتقل للدورات بعديها بدنا ننتقل للمهارات بدنا ننتقل للغات وهكذا طبعا فيه أشياء تانية زي التطوع برضو منضيفها وتفاصيل أخرى زي المؤتمرات نعم المسميات كمان مهمة يمكن كمان فوزي يعني لما نحكي التوظيف أو الإمبلويمنت فيه ناس ما بيحبوا هذا المصطلح بيروحوا للإكسبيريينس خبرة وليس التوظيف شو الفرق كمان باستعمال العنوين يا سلام هلأ أحكي لك شغلة الشركات العالمية باستخدموا أبليكيشن أو ممكن نحكي تراكينج سيستم ATS بفلتر السيفيز يعني قبل ما يوصل لعندي أنا كأتش آر فيه ممكن ألف سيفي راحت ما أنا ما شفتها طيب إيش الأشياء زي ما تفضلت فيه كيويردس معينة بيفضلها الـ ATS حتى تكون موجودة ويقبلها ويوصل ليها بعدين أنا بأخذ عليها ستة سبع ثوانة حتى أقيمها تمام يعني فيه عندنا أنظمة سارات تفلتر حتى السيفيز قبل ما يقرأها الشخص المعني طبعا هلأ موظفي السيلز عنده تارجت يجيبه طبعا والـ HR برضو عنده وقت أنا بدل ما أقعد مثلا شهر حتى أوظف هذا الـ position بدي أحاول قدر المستطاع أقلي لهاي المدة عشان الشركة تظلها مبسوطة من الـ HR وأقدر أغطي هذا الـ position حتى نحاقق الأهداف صحيح لهذه الشركة ففيه يس في كيويردس معينة لازم ننتبه لها مثلا زي شو هلأ بيعتمد على الوصف الوظيفي تمام يعني حضرتك مثلا نشرتي أنه بدك توظفي موذية في قناة رؤية تمام بنفس الوقت شركة تانية أعلنت بدها توظف محاسب نعم عندها شو بيختلف هذا عن هات مثلا موذيع في قناة رؤية بدي أسألك شو أهم المهارات اللازم تكون موجودة فيه نعم بريزنتابل لازم يكون مثلا عنده قدرة على الـ public speaking اللغة جيدة اللغة واضحة طبعا كلمة مظهر لائق في شركات ممكن تنشرها هاي أنا ما بحبها ليش لأنه مظهر لائق عند هذا الشخص يختلف عن مظهر لائق عن هذا الشخص نسبي بدي أحط مثلا أنه يعرف القوائم المالية يتخرج محاسبة بيعرف فالكيويردس هاي اللي موجودة بالوصف الوظيفي كون حريص نعم لما تكتب السيفي أنك تتأكد أنها موجودة في سيفيتك نعم طب كيف بدنا نقيم أنه هذه السيرة الذاتية قوية أو ضعيفة يعني شو الأمور اللازم نتجنبها والأمور اللي نعتمدها يا سلام هلأ فيه كتير أخطاء شائعة ممكن نحكي عنها لأنه هاي بتأثر إنها سيفي ضعيفة نعم وإيش الأشياء اللازم برضو نتجنبها حتى تصير قوية صحي الأخطاء الشائعة فيه ناس كتير بيفكروا إنه سيفي وبيبعتولي مثلا إنه فوزي شوف سيفيتك بتكون كلها ألوان الـ HR مش فاضي يشوف الألوان حتى يشوف السيفي ويقيمها بنفس الوقات بيكونوا عم بحطوا خطوط معينة وخطوط وأشكال وحركات هذا كله ما بتطلعوا عليه تعرفي شغلة أصدميك ممكن الـ ATS System أساساً ما يوصلها لأنه فيها أشكال وألوان ورسومات يجب إنها تكون مصممة على Microsoft Word صفحة بيضة نعم بيضة خط أسود الخطوط المعروفة اللي هي الـ Arial الـ Calabrio أو يعني هاي الخطوط المعروفة الأساسيات يعني وبس بدون أي أشكال وبدون أي ألواق هذا لو ما كان بورتفوليو أو لو ما كان الوظيفة لمجال إليه علاقة بالإبناء نعم نعم هلا البورتفوليو هلا ممكن نذكر عنه ونحكي عنه فهذه الأشياء الرأسية لازم تكون مش موجودة بالـ C.V اللي هي الأشكال والألوان والحركات والخطوط نعم عشان أقدر أقيم أنه C.V أها أنا قادر أتطلع عليها وأقرأها بشكل سريع الآن بعديها إيش الأشياء المهمة اللي بتخليه C.V قوية فيها كي ويردز موجودة بالـ Job description يعني أنا بدور على حدا يوقف أمام الكاميرا هلو وجدت هاي C.V أنا قرأتها لأنه هذا الشخص عنده ريليفنت إكسبرينس فهو لازم يكتب الـ C.V يحطها نعم هلو وجدت أنه عنده ببليك سبيكينج لازم يحطها يا بيحطها بالـ statement بالأولى يا بيحطها بالـ skills يحطي يشوف وين الطريقة المناسبة ليحطها نعم طبعا نكون حريصين طبعا هذا ليس معناه أني أحط شغلات مش عندي آه أكيد لأنه بالآخر الكذب بالمعلومات أيضا يحاسب بيبين في المقابلة بيبين من أول مقابلة طيب كم صفحة هل نقدر إحنا نحدد كم صفحة لسيرة ذاتية حتى لو الخبرة كبيرة مثلا نعم يفضل تكون ما بين صفحة لصفحتين C.V حتى لو كانت الخبرة كبيرة ومكن تزيد الثلاث صفحات لأنه زي ما حكينا أساسا موقع Career Builder لما قيم C.V الشيء الرابع والمهم أنها تكون مختصرة خلص أريد الأشياء الرئيسية المهمة التي لها علاقة بهذه الوظيفة يعني أن الشخص يكون يشتغل خلال خبراته العشرين سنة كثير شغلات ومرق عليه كثير أنت حط بهذه C.V الأشياء اللي هم يريدون إياها تمام لهذهك معلومة صادمة نعم أنه دائما ينصح أن يكون للشخص أكثر من C.V بحسب بحسب البوزش اللي يريد أن يقدم عليه بحسب البوزش اللي يريد أن يقدم عليه طبعاً أنا بهذا البوزش اللي أبرز أشياء معينة و أخفي أشياء ثانية بهذا البوزش اللي أبرز أشياء معينة و أخفي أشياء ثانية يعني حتى لو كان بنفس التخصص أو بنفس المجال بحسب الوظيفة اللي تقدم لها ممكن أبعد C.V أحكي لك مثال مثلاً كمحاسب أو ك-HR أنا ك-HR لما أبدأ أقدم على وظيفة إذا أريد أن أذهب إلى Talent Acquisition يعني مسؤول عن التوظيف وبالشركات ركروتمنت بدي أحاول قدر المستطاع أظهر هذا الشيء في C.V في حال بدي أروح إلى Talent Management اللي هو إليه علاقة بالتطوير الوظيفي إليه علاقة بالـ OD and so on بدي أحاول بهاي الطريقة أبرز الأشياء العلاقة بالLearing and Development بالOrganization and Development أبرزها هون نعم وأقدم الس.V هون بيشوفوا هم بقيموا الس.V آه هذا إليه علاقة بالوصف الوظيفي اللي أنا ناشره نعم إذن هيك صارت س.V قوية نعم والخبرة كمان تنشر بحسب يعني ما هو أحدث يا سلام نعم نعم يعني نبدأ بالحديث ومن ثم الأقدم تماما نعم مش بس الخبرة حتى الدورات الخبرة التطوع كل شيء منبدأ بالأحدث بننزل إلى الأقدم فوزي متى نحتاج البرتفوليو البرتفوليو الآن لما يكون فيه شخص مثلا مقدم على موشن غرافيك على غرافيك ديزاين على أنيميتر على ثري دي آرتس مخرج مخرج يا سلامة البرتفوليو يجب أن يضع الأعمال التي يعملها بخبراته في البرتفوليو ويضع الصور يضع الفيديو يضع كل اللينكات التي يعملها لكي أنا كريكروتر أطلع على هاي كل التفاصيل وأنا بقيم السي في هو مش محاسب هو مش مدير هو مش بائع مثلا كسيلز مش مسوق هو بده يظهر الأشياء الفيديو والز اللي اتفضلت فيها كلامك مهم جدا صراحة وهيكا مختزل شكرا فوزي القسراوي متخصص في الموارد البشرين واردنافق يضعك العافية